اشتركوا في القناة في حلقة خاصة من برنامج دائرة الحدث نحن في ضيافة دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياد نتابع ونتحقق من أسئلة كثيرة تداولها الشارع الفلسطيني في الأون الأخيرة على مستوى الحكومة وأدائها وعلى مستوى المستقبل الغامض لهذا المواطن الفلسطيني رحب بك دكتور أهل وسهلا فيك ونحن نتمنى سعة الصدر أن تتوافر لأن أسئلتنا طويلة وتبدو معقدة في بعض الأحيان أرهمك أهلا وسهلا فيك شكرا نبدأ بسؤال الأسئلة دكتور يشغل بال الكثيرين ومن فترة باقى الشارع بالأزمة المالية هل في المدى المتوسط من أمل لأن تذهب أدراج الرياح هل ستستمر تؤرق الشارع الفلسطيني هل وضعتم خطط ما؟ لأنه لما سألت سيابة الرئيس قال نحن حاسبين حسابنا مسألة تجميد إسرائيل للعائدات الضريبية نحن حاسبين حسابنا شو اللي حاسبينه دكتور؟ أنا أعتقد أن السيد الرئيس كان بشير لقرار أخذت القيمة العربية بتوفير ما أطلق عليه مسمى شبكة أمان تفعل بقيمة 100 مليون دولار شهريا وهكذا كان القرار على الأقل في حال احتجزت إسرائيل أموال السلطة الوطنية الفلسطينية الأمر الذي سبق وقامت به حكومات مختلفة في إسرائيل بما فيها الحكومة الحالية قامت بذلك مرتين العام الماضي في شهر 5 وشهر 11 هذا بالإضافة طبعا إلى ما أطلقته من تحديدات على خلفية نيتنا في التوجه للأمم المتحدة كما حصل بالتالي كان متوقع وأعتقد ما كان يشير لسيد الرئيس وهذا القرار بالإضافة إلى ما تم التأكيد عليه في لقاءات مختلفة أو اجتماعات مختلفة للجنة المتابعة العربية إذ أكدت على ذلك بس بحب أن أشير لنقطتين في هذا المجال النقطة الأولى هي أنه أولا المائة مليون دولار أقل بكثير ما نحتاج والأزم المالية التي أشرت إليها في مقدمة حديثك هي معنا منذ فترة منذ تقريبا حوالي عامين ونصف وسبب ذلك يعود إلى شح المساعدات الخارجية عدم ورود ما يكفي منها وخاصة من المنطقة العربية فبالتالي المائة مليون دولار حتى لو تم تنفحيل شبكة الإيمان الاجتماعي وهذا ما كان معول عليه يعني عندما تتخذ قرارات على مستوى القمة يتوقع أن يكون فيه جديد وفيه تنفيذ خاصة أننا نواجه بالفعل أزمة خانقة من جراء هذه الخرصة الإسرائيلية أتت على خلفية أزمة قائمة سببها أساسا شح المساعدات خاصة تلك منها الوردة من المطقة العربية نحن فيما يتصب بحجز الأموال بحاجة على الأقل 125 مليون دولار لمعادلة ما نحن محرومون منه الآن من جراء هذه الخرصة الإسرائيلية ولكن نحن بحاجة إلى مبلغ إجمالي لايقل عن 240 مليون دولار شهريا ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا ما كان لنا أن نخرج ولو بشكل معقد ننتقل لمرحلة أخرى من دائرة الأزمالية التي ليس فقط مل المواطن من السماع عنها وإنما المعاناة المتصلة بها والناجمة عنها طالت كل بيت وكل متعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وليس في قطع الموظفين هل تخشون من موجة احتجاجات أخرى بعد هذه الموجة من الإضرابات سواء في قطاع التعليم أو غيره كيف سيتم التعامل معها والله بصراحة الموضوع ليس بالنسبة لي على الأقل متاثرا بالاحتجاجات أو ما ننشعر إذا الاحتجاجات الاحتجاج إذا حاجة معينة أمر مشروع ومخبول ونعايشه يوبيا هناك الكثير مما يحتج عليه في الواقع الفلسطيني وخاصة عندما يتصل الأمر بلخمة العيش والاحتياجات الأساسية للمواطن ما يخرقني هو الحاجة نفسها وليس الاحتجاج بشأن الحاجة الحاجة نفسها مرحة وواضحة عندما نتحدث عن حجة لأموال السلطة الوطنية الفلسطينية وضائقة مالية لا بل أزمة مالية واجهتنا ولا تزال منذ ما يزيد عنها مين ونصف هذه إلى تدعيات وأنها تأثير سلبي تدميري واضح على المواطن على الاقتصاد برمته إن كنا نتحدث على سبيل المثال عن التأثير المباشر لحج الأموال وقبل حكومة إسرائيل أنا أقول لك أنها تضع على مسار الوصول إلى دائرة الفقر بشكل شبه مؤكد وخلال مدة لا تزيد عن شهرين حوالي مليون مواطن فلسطيني إضافة لما هو قائم من منهم في دائرة الفقر بمعنى آخر نحن نظر إلى وضع من الممكن يترى أن تتضاعف نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي المسألة الجدية والاهتمام والقلق ينضي أن ينصب على هذه النقطة وليس على الاحتجاج بشأنها الاحتجاج أمر مشروع وطبيعي وأعتقد أن المواطن بصورة عدم القدرة أو عدم التمكن يعني لو كان هناك في طريقة أخرى للتعامل مع الاحتياج للدفادي هذه الأزمة بكل تأكيد لكنا تخذنا الإجراءات الكفيلة بذلك يعني في ضل الوضع القائم ما في خطب ليس فقط هنا في فلسطين هذا الأمر بده توضيح بصراحة عندما تلم بأي اقتصاد أو يصاب بأزمة من هذا النوع يواجه أزمة النوع أو صدمة واقع الأمر من النوع الذي نواجه على المدى الخصير والخصير جدا الآن ليس هناك من حل إطلاقا إلا تمويل بديل يعني مختبا يظن أنه على خلفية إجراءات ممكن أن تتخذ أنه ممكن يكون فيه علاج للأزمة من النوع اللي بواجهنا في الوقت الحاضر اللي تضاعفت حدتها من جراء القرصة الإسرائيلية فعلى المدى الخصير قصير جدا لابد من الحصول على تمويل بديل للتمويل اللي حرمنا منه بسبب هذا الإجراء الإسرائيلي هذا الواقع ليس هناك من خطة فيما يتجاوز ذلك والخطة كانت قائمة على أساس إطلاع القادة العرب على هذا الموضوع وما هو متوقع سلفا وقبل التوجه للأمم المتحدة بمدة طويلة من الزمن من منطلق الإدراك بأن هذا هو الحل الوحيد على المدى الخصير لكن لغاية الآن لما لمست تحرك بما يكفي من الجدية لتفعيل هذه الشبكة شبكة الأمان كما سميت في وقت قريب ثم نحن بحاجة إلى ما يزيد عنها بصراحة المئة مليون دولار مش رح تمكننا وكما يمكن سمعتهم يوم أمس وزير المالية صرح بأنه وهذا صحيح تم التوصل بعد جهد كبير مع البنوك لا اتفاق على تمويل يمكننا من دفع جزء من الراتب في مطلع النصبو القادم على خلفية توقع ورود مساعدات في إطار شبكة الأمان هذه طيب دولة الرئيس رئيس الوزراء هذه المسألة هل شبكة الأمان مضمون أن تفي بها الدول العربية مطلع كل شهر حتى تتمكن الحكومة من تسديد يعني أنا مش رح أخذ كثير في فترة الموضوع الأزمة المالية ولكن هذا هو حديث الساعة للشارع الفلسطيني مسألة الالتزام بالموعد المحدد وبيروقراطية التعامل المالي في الدول العربية وتحديدا مع الجامعة العربية لأن التجارب سابقة يعني في هذه الخانة هل وضعتم لها أيضا خطة؟ الجامعة العربية بصراحة هي عنوان تنسيقي تشجيعي وترتب للاجتماعات وتعقد في إطارها اجتماعات من هذه اجتماعات القمة القرار عند الدول العربية الأعضاء نفسها ممن يستطيعون المساعدة أنا أتحدث عن أمر له سابقة ربما نسيها البعض ولكنها سابقة فيها الكثير مما يؤشر بتجاه ما هو ممكن وواقع واقع الأمر عندما قامت إسرائيل بحجز أمال السلطة الوطنية الفلسطينية في عقاب اندلاع الانتفاضة الثانية تدعى العرب بدعوة ومبادرة كريمة من حينئذ ولي أهد المملكة العربية السعودية حاليا خادم الحرمين الشريفين لعقد مؤتمر كما عربي طارئ في القاهرة وبسرعة تم عقد هذا المؤتمر بشهر عشر الانتفاضة في أواخر شهر تسعة من عام الفين كما تذكرين في شهر عشر كان هناك اجتماع في القاهرة وقال حينئذ بأنه نحن بحاجة إلى توفير مبلغ مليار دولار لسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتمكينه من التعامل مع الوضع الناشئ عن الانتفاضة والحرمان والصعوبات الاقتصادية وبادر حينئذ بالخول وفعل ذلك بالفعل بالتبرع بمبلغ 250 مليون دولار من المبلغ العربية السعودية وحدها فدول العربية الأخرى خدمت وساهمت ووضعت هناك الياه بالفعل بانتظام كبير كما أشهرت توقيع عصاعة سويسرية في مطلع كل شهر كان يرد مبلغ من هذه الالية ومن هذه الالية اللي مكنت السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل الاشتراحات الإسرائيلية والحصار وكل ما كان دائر في ذلك الوقت من دفع الرواتب وأذكر ذلك جيدا بالتالي نحن نتحدث عن أمر له سابق وحصل في السابق ليس يعني من ضرب المحال أو أنه فيه الكثير من الخيال أو عدم الواقعية أن يكون هناك ألية فيه التزام فيها ما هو مطلوب هو قرار نابع من إرادة سياسية التشخيص فيها قام أساس كيف نمكن أشعب الفلسطيني من مواجهة استحقاقات المرحلة اللي الجزء منها سلبا له علاقة بالصلاف الإسرائيلي والتعنوة الإسرائيلي والتعسف الإسرائيلي والتعسف اللي تصل باحتلال عبر كل ممارسات وبالتالي هذا هو القرار القرار المطلوب هو نصرة الشعب الفلسطيني ما نحن بصددهم حاولة استنهاد الطاقات على المستوى الوطني المحلي ولكن أيضا المستوى الإقليم العربي للوقوف إلى جهنب الشعبين في هذه المحنة وهذا هو الوقت البعد العربي لخضيتنا بعد في غاية الأهمية ولن نتمكن من الوصول لتحقيق أهداف برنامجنا الوطني ومشروعنا الوطني دون أن يكون هذا البعد فاعلا وفاعلا بما يكفي الدعم المادي جزء وجزءه مهم وخاصة في هذا الظرف ونحن في هذه المواجهة وطالما نتحدث باستمرار عن ضرورة التحول لدرجة أكبر وأفضل من المنعة والقدرة لأن يكون لدينا اقتصاد مقاوم على المدى القصير ليس هناك من حل إلا عبر هذه الألية لكن على المدى الأبعد وهذا أمر قائم هذا الأمر قائم تذكرينا حضرتك أنه لما يزيد فترة طويلة أكثر من عام ونحن نتكلم على ضرورة حس الخطة باتجاه الوصول لدرجة أفضل من المنعة والقدرة الذاتية الاتفاء الذاتية آه وبناءا هذا ما كنت سأترى وبناءا وبناءا على جهد كان كبير بوذل من عام 2008 اللي شهد تخفيض كبير في الاحتياج للمساعدة الخارجية وما كنا بصدده هو أن نضاعف الجهد السبب في ذلك هو شح المساعدات احنا ما كنا بحاجة لمضاعفة الجهد لو لا شح المساعدات كاننا رد والرد تمثل في أنه بحثنا في شيء الأليات والأدوات اللي ممكن أنها اتحسن الوضع المالي للسلطة حتى بضبط عودة للسؤال للنقطة اللي أثرتها في بداية اللقاء أنه إلى متى هل هناك من أمل أن نخرج من هذه الدائرة الأمل بكل تأكيد يتعاظم بحالتين الحالة الواضحة أنه جلاء الاحتلال لأنه ما يحض من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على أن يؤدي بالطاقة الكاملة وبما يمكن من التشغيل والتوظيف وخلق فرص عمل وبالتالي توليد إلى ردادات الكافية للتعامل مع كافة الاحتياجات هو انتهاء الاحتلال ورفق كل ما يتصل به من نظام تحكم وسيطرة تعصفه ولكن فيما هو ممكن وطنيا وحليا نعم عمدنا بذننا جهد كبير لزيادة الإيرادات الحد من النفقات وترشيدها في كثير من المجالات الأمر الذي ترتب عليه بالفعل تحسن ملحوظ هل بالإمكان أن ننحسن إضافيا هذا قيد البحث في إطار آخر موازية للجهد المذور بشكل مكثف للحصول على التنميل لمعالجة الأزمة الأنية في إطار إعداد موازنة عام 2013 هذا النقاش دائم للجهة الخطط ما هو التصور بالتالي هل بعطينا أمل أن يكون احتياجنا أقل وبالتالي منعتنا أكبر وأن نكون أرضة لهذا الامتزاز وهذه القرصنة بالتأثير السلب الحاد اللي ترتب عليها نكون أقل أرضة لذلك دكتور نحن نتق بفهمك وأكيد أنت لديكم خطط قصيرة المدى متوسطة المدى وطويلة المدى في ظل المعطيات الحالية إنما استمرت إسرائيل في تعنتها لغم أنه يعني الضغط الدولي ليس بقليل خصوصا أنه توجه لمجلس الأمن في حراك باتجاهه أو للمحافل الأممية كالأمم المتحدة هل تستطيع أن تقول للشارع الفلسطيني اليوم بأننا والله في غضون مثلا ثلاث سنوات سنكون في حال كذا أو في خلال أربع سنوات سنكون بحال كذا بمعنى على مدى يعني بين المتوسطي والقصيري والطويل هل تستطيع أن تطمئن الشارع الفلسطيني حتى وأن يعني يعني نحن نقول لا سمح الله إن تعثرت المصالحة وإن لم يتم تشكيل الحكومة نحن يعني نتمنى لك كل التوفيق بكل الأحوال وأن تستمر في البرنامج حتى أن يعني تخرج بنتيجة ما وضعته في البداية هل تستطيع أن تقول الشارع الفلسطيني أن توضح له الصورة بهذا الخصوص هذا الجزء من واجب أساسا للحكومة أنها تضع الخطط والتصورات الكفيلة بمعالج التحديات فيما هو منظور منها وفي ظروف أفضل أنها تكون قادرة أيضا على التعامل مع ما يطرأ من تحديات بشكل عام أعتقد أن هذا كان واضح أن نوجه عملنا على مدار السنوات الماضية من خلال وضع الخطط وليس فقط الموازنات السنوية وكان ذلك أكثر وضوحا في إطار برنامج ما أطلق على برنامج العمين وكان موجه لتحقيق جازية قيام الدولة وكان موجه أساسي للعمل في إطار الإعداد لهذا البرنامج هو بالضبط الوضع المالي وكهدف موجه الوصول إلى درجة أفضل ومتقدمة من الاعتماد على القدرات الذاتية وفق مسار معين حتى بالأرقام هذا ما حولنا القيام به الجهد في هذا المجال تعثر لأكثر من سبب أولا بما هو واضح الإجراءات الإسرائيلية القيود الإسرائيلي المفروض على الاقتصاد الفلسطيني قائمة لا بل في الكثير من مظاهر نظام التحكم والسيطرة والتعصف الإسرائيل أصبح أكثر صعوبة التعامل معها في الكثير من المجالات الحصار لا يزال مفروضا على أخطاء غزة الضفة الغربية لا يزال ما يزيد عن 60% منها خارج إطار ما يمكن الوصول إلى الأغراض التنمية وإحداث التنمية المطلوبة للتعامل مع احتياجات حوالي 150 ألف من مواطنين ممن يخيمونه هناك طبعا الخدس معزولة بشكل كبير من جراء الإجراءات الإسرائيل دون أعفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بطبيعة الحال من مسؤولية مباشرة إذا احتياجات المواطنين بأقصى درجة ممكنة هذا بالإضافة طبعا لتبعات الإقسام وطول مدته وما ترتب عليه من إضعاف لقدرة السلطة الوطنية الفلسطينية لجهة الإيرادات في الوقت التي اتزامتها لا تزال قائمة تجاه أهلنا في خدعه كل هذه التحديات أضعفت من قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية للوصول بأواخر عام 2013 كما كنا نتوقع لدرجة أفضل متقدمة من الاعتماد على الذات والقدرة الذاتية ما أضاف لذلك صعوبة ما أضاف لذلك صعوبة هو الأزمة لنفسها هذا ربما من ناحية التحليلية غاب عن الكثيرين ونتوقعش أنه يكون واضح أساسا الأزمة لنفسها واللي نشأت ليس لأنه والله السلطة الوطنية الفلسطينية ما حسنت إيراداتها بالعقس الإيرادات تضعفت من عام 2006 2007 اليومين هذا لابتراجع البيانات تجدوا على أنه إيراداتنا بالرغم من كل ما أشرت له من صعوبات تضعفت وهذا دليل واضح على أنه لا صحة للإدعاء بأنه بسبب الاحتلال منستطيعش نعمل أي تقدم منستطيعش نعمل تقدم كافي منستطيعش نوصل في الاقتصاد بالأداء لكامل طاقة الاقتصاد الكاملة ولكن أن يقال أن نستطيعش عمل تقدم هذا ليستقيم مع واقع الحال مع ما حصل بالفعل من تقدم كبير نعتز به مضاعفة الإيرادات في هذه الفترة فإذن الأزمة هذه ما نشأت لأنه ما زدناش إيراداتنا ولا نشأت لأنه ما حسناش في إدارة النفقات أو حتى في ترشيدها وتخفيض البعض منها في مجالات عدة استطيع الإشارة إليها ولكن بشكل عام أتحدث الآن وإنما نشأت هذه الأزمة عن قلة المساعدات الخارجية عدم مورود ما يكفي منها بالقياس مع ما هو ملتزم به وخاصة من المنطق العربي لبل أقول حسرا من المنطق العربي الأزمة المالية لما نشأت وأقول تعود هذه لحوالي عامين ونصف بدأت المساعدات تقل شيئا فشيئا يتراجع منصوبها بالقياس مع ما هو ملتزم به شو اللي بيصير في هك حالة يعني إذا بتخسيها بموازنة الأفراد والعائلة لما الواحد بتضيق في السبل بنخطع العمل لأي سبب مش فورا بيصير عنده أزمة ليش بجوز يكون عنده مدخرات بجوز يكون عنده في مصدر آخر للدخل بجوز وهذا بالفعل ما لجأ له الكثيرون على المستوى الفردي والأسري وعلى مستوى الدولي ككل هو الاقتراض ولكن مع استمرار الأزمة واستمرار عدم مورود ما يكفي من المساعدات بتبلش الإمكانات للتعامل مع الأزمة تضعف شيئا فشيئا على شو ترتب عليهم أن السلطة بدورها أصبحت غير قادرة على التعامل مع الاستحقاقات عليها في الأوقات المحددة لذلك كل المتعاملين مع السلطة وليس فقط الاستحقاقات المالية للموظفين الموردين موردين سرع والخدمات الأدوية رعاية الصحية فيش إطلاقا أي مجال يتعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية إلا وطالوا الكثير من الأذى إلا أنت فيه بتشتغلي في اخطاء العمار على سبب المثال بتوردي أدوية لوزارة الصحة الفلسطينية كمستثبرة كصاحبة عمل بتطلع على الوضع القائم في حالة من هالنوع اللي أنت مش متأكدة ما إذا ستكون السلطة قادرة على أنها توفي بالنسانية وهي متأخرة بالتزامات تعود لأكثر من عامين بتفكر أنك تضيفي خط إنتاج جديد ولا أنك تقلل لما هو قام حتى تحدي من خسارتك هذا حصل وقيسي على ذلك في خطاعات مختلفة الكل بدأ من منطلق الخوف لأن السلطة هي أكبر مشتري للسلع والخدمات بالاقتصاد فإذا أكبر مشتري للسلع أو مستهرك للسلع والخدمات بالاقتصاد عاجز أو في تصور أنه عاجز على الوفاء باللتزامات في الأوقات المحددة هذا تبدأ يؤثر على قراراتك الاستثمارية قرارات القطاع الخاص بشكل عام إن كانوا مستثمرين محليين أو كانوا أجانب بالتالي بتبدأ العجل الاقتصادي تدور ببطء أكبر مش أنه بتوقف الاقتصاد أو أنه بضرورة أنه يروح على الحصار وهذا حصل هذا بدوره أدى إلى أنه إراداتنا بالأول الأخيرة ما تنموا بالقدر كان متوقع وبالتالي هذا أضاف للأزمة ناهيكة طبعا ناهيكة عن أنه التأثير السلبة التدميري للأزمة المالية على مستوى أو منصوب الثقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام لأنه تقديم الخدم المواطنين هو جزء مهم مما ينظر إلى المواطن للدولة بعد جزءات المختلفة الحكومة بمؤسساتها المختلفة على القيام به فباختصار هناك خطات فيه تصورات خلينا نسمي هذه حسابات السراية ولكن مش دائما حسابات السراية بتزبط على حسابات القرائة الأمور بتتغير بيصير في عندك مستجدات ما كانش جزء إطلاقا من التصور أنه والله بالقياس مع التزمات مختلفة بقمم عربية متعاقبة أنه يصير في هذا التأخير ثم الإحجام وبذرجات متعاظمة من قبل منح العربة لتوفير ما هو مطلوب هذا ما حصل إمكاناتنا للتعويض عن ذلك على المدى الخصير محدودة جدا تذكرين عندما حاولنا التعويض عن ذلك من خلال زيادة الضريبة الدرجة العالية من الاحتجاج إزاء ذلك وكل ما قيل بشأنه يا أخي شو جايين أنتوا الطبوا فينا طب ما إحنا تحت احتلال ويلا يلا مدبرين حنا وفيه فيه صحة ما هيبه لك أنا أول ما نقر بذلك ولكن اللي بجبرنا على هذا المر اللي أمر منه الأمر منه هو الواقع الحالي بكل ما ترتب عليه من أزمة وبكل ما صاحب ذلك ورافقه من شكوى أتفاهمها طيب دكتور سلطان الحطاب كاتب في صحيفة الرأي الأردنية كتب مقالة بعنوان ما زالت رؤية فيات صائبة يتساءل أولا من بداية 25 ثمانية 2009 عندما أعلنتم عن خطة العامين وجهوزية الدولة يقول بأنه طول الفترة العامين وأنت تعمل وقلت بأنه لا يتم تحقيق شيء إلا بتشمير السواعد والعمل فلسطينيا ثم يقول ما زال فيض مستمرا ما زال يراهن على برنامج رغم أنه تأخر إذ كان مدته سنتين من 2009 إلى 2011 وهنا نحن في عام 2012 2013 فهل ما زال برنامجه ممكنا وهل زاده الاعتراف الدولي بالدولة قيمة كيف بعد الإجابة على ما يتساءل الأستاذ سلطان الحطاب كيف سنستفيد من القيمة التي حصلت عليها فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة على صعيد الاقتصادي والمالي من خلال انضمامنا لمؤسسات دولية هل الناس بتتساءل هل سنستفيد شيء ثم أيضا في قياس حراككم لتنفيذ برنامجكم كيف سيكون الحال أعتقد وليس لأنه بقول أن الرؤية صائبة أو لا تزال صائبة سلطان الحطاب يخلف عليه له الاستنتاج لكن على كل حال أعتقد أنه فيه أساس لمثل هذا التحليل والقول أقوله بتواضع من واقع ما جرى أولا ثم هناك الكثير ما يستفاد منه ويبنى عليه من اليوم الأول جزء من الرؤية قائمة على أساس ليس فقط توفير ما هو مطلوب بالقياس مع الهدف المباشر للبرنامج وهو تحقيق الجاهزية لقيام الدولة وذلك عبر توفير مقاومات السمود والثبات للمواطنين هذه الرؤية كلها بهدفها المباشر وكانت واضحها إنما كان فيه هدف أيضا آخر سياسي تحدثنا عنه كثيرا وهو أن نضغط من خلال النجاح في تنفيذ هذا البرنامج على المجتمع الدولي بمكونات مختلفة وعلى العملية السياسية التي تعثرت كثيرا لمساعدتنا في الوصول للهدف في الأسمى الذي ننشد وهو الحرية والاستخلال قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأرض المحتلة من الأرض السمية سبعة ستين أعتقد أنه فيما تحقق بالنجاح في هذا الشأن على المستوى السياسي وأشير تحديدا للقرار الذي تأخذ بالجمعية العامة للأمو التحدي في يوم التضام العالم الأخير مع شعب فلسطيني 29 من الشهر الماضي ما يؤشر على ذلك واقع الأمر في حيثيات القرار في حيثيات القرار في مقدمة القرار استندت هذه الحيثيات من جملة أمور أخرى بالإضافة للمكونات الشرعية الدولية والقرارات السابقة للجمعية العامة ومجلس الأمن استندت إلى هذه النقطة بالذات إلى أنها السلطة وصلت بأداء مؤسساتها إلى مرتبة ما هو متوقع من مؤسسات دول قائمة بشهادة المجتمع الدولي بمكوناته المختلفة إن كنا نتحدث مؤسسات مالية اقتصادية دولية أمم المتحدة مانحين بالإجماع بالتالي شكلت يعني مرتكز لساعد في الوصول للإنجاز السياسي هذا مهم واقع الأمر يعني لم يتأخر واقع الأمر هذا الإقرار حصل بعد سنة ونص من إقرار إطلاق البرنامج وليس بعد سنتين فهذا تحقق بني عليه إلى ما وصلنا إليه لكن لم يتحقق وكلام سيد سلطان صحيح الحدف الأسمى اللي بنية اللي هو التحرير الكامل وهذه نقطة إحنا هذا إنجاز يراكم عليه يبنى عليه ليست هذه نهاية الطريق أو نهاية البطاف الخيار مش قائم بأعتقد أن نقعد محتفلين بهذا الخصة إلى ما شاء الله لأنه الواقع على الأرض الميداني اليوم باختلفش كثيرا عما ساد قبل 29 الماضي لا بالعكس هو أكثر قساوة وسوءا مما كان عليهم جراء هذه العقوبات الإسرائيلية التي تقلت والإجراءات الإضافية في مجال الاستيطان وهي أيضا أطلقت في إطار عقاب انتقامة من قبل إسرائيل هذا بغبش عن بال حدا لكن هو إنجاز يبنى عليه وبحاجة نحن للمزيد من التشميل على السواحد عن السواحد بحاجة لإستنهاد الطاقات بشكل كامل خاصة وطنيا أنه بالفعل نشحذ الهمام أنه وصلنا إلى شيء مستفيدين من هذا القراط الواسع والالتفاف الواسع حول هذه الرؤية اللي نهضت بالواقع وعطت الناس أمل السؤال أنه شو اللي بنعمل من هيك رايح مستفيدين من هذا الواقع الجديد وإله تبعات قانونية وإله أبعات قانونية مهمة على مستوى القانون الدولي هذا مسعى مشروع يستفيد من كل ما هو متاح في القانون الدولي والشرعية الدولي لدعم قضيتنا ولدعم مطالبنا هذه الأمور أعتقد أنها ستنعكس إجابا على ما سيمكن السلطة الوطنية الفلسطينية وهي في المراحل الأخيرة بتغطير من التحول لكيان الدولة المستقلة بإذن الله أنا أعتقد بما يفيد لأنه الآن أصبح من واضح للجميع وضوية الأمم المتحدة أنه الكل يعني ضاقة ذرعا في استمرار هذا الاحتلال هدف أساسي كان أنه نوصل لنقطة ما يعج فيها أي قصور فلسطينية إلا وعلاقة في أي شيء إلا الاحتلال وكنا دائما نقول إذا وصلنا لهذه النقطة أنه أي مظهر مظاهر خلنا سببه فقط الاحتلال نحن نكون نجحنا في عزل بالاحتلال وحصر كل المشاكل فيه ما كانش هذا الوضع قائم سابقا ولا يزال لدينا الكثير مما يتعين علينا نحن الفلسطينيين القيام به على سبيل المثال إنجاز ملف إنهاء انقسام هذا أمر في غاية الأهمية كل هذه الأمور مع بعضها لبعض أنا أعتقد بتشكل رافع يمكن الاستفادة منها والبناء عليها طيب ولكن دكتور يعني كيفية يعني تحدثت عن جوانب قانونية مهمة كيف ستستفيد الحكومة الفلسطينية من هذه القيمة كما قلت سابقا من ناحية قانونية لتعديل كفتي يعني لا أستطيع أقول كفتي الميزان ولكن الوضع لخدمة برنامجك الذي تفضلت وطرحته من ناحية عملية يعني الناس فهمة الإطار العام ولكن تريد أمثلة لتوضيح هذا الإطار حتى يعني ترسخ في الذهاب على سبيل المثال الحصول الآن أنا وقد تم الإقرار بمكانة فلسطين كدولة وبما هو متاح من آليات وأدوات بالقانون الدولي كما هو قائم كما كان قائما حتى قبل هذا القرار ولكن خاصة بعد هذا القرار نحن الآن على الساحة الدولية لدينا القدرة والخيار وسنمارسه للتحرك على أساس أنه أصبح محترفا بنا كدولة بكل ما يتيح لنا ذلك من أدوات تحرك من اتفاقية جنيف من معاهدات أخرى من فرص للانضمام لمؤسسات دولية وبرامج دولية للأمم المتحدة التي من شأنها أن تعظم قدراتنا من مقارعة الاحتلال على خلفية الاستفادة من ما هو قائم من مواثيق دولية وقانون دولي من خلال الانضمام لهذه المؤهدات المختلفة وبما يجعل من الممكن وبشكل عاجل التعامل وفعال بموجب القانون الدولي من التعامل مع الاستيطان كجريمة حرب على سبيل المثال لأن دولة محتلة أرضيها بمفهوم الدولة بالإضافة لذلك من الناحية الإيجابية الاستفادة من العضوية في مؤسسات لها علاقة مباشرة وطنية الفلسطينية في المجال الإداري والتنموي على سبيل المثال العضوية في المؤسسات الدولية الاقتصادية أذكر على سبيل المثال الحاصر صندوق النقطة الدولية البنك الدولي هذه المؤسسات المختلفة من منظمات الصحة العالمية منظمات العمل الدولية وهكذا على سبيل المثال لربما تذكرين أنه إحنا كنا بسبب الضائخ المالي التي تواجهنا وإحنا بصراحة نحاول نفتش يعني دائما ما منخلي باب إلا ونطركه ونحاول حتى بالفترة اللي سبقت رفع مكانتنا إلى مرتبة دولة والإقرار بفلسطين كدولة حتى في المرحلة التي سبقت ذلك كنا نحاول الحصول على تمويل من صندوق النقطة الدولة الحصول على تمويل بسبب الأزمة المالية لأنه مش همردنا مساعدة الشكل ولا حالة ما متكفي شو اللي ممكن نعمل حتى أن نعوض عن هذا النقص ولو بشكل يعني مؤقت إلى أن نصل حاولنا الوصول إلى موارد صندوق النقطة الدولة المالية وكنت أعلم تماما أنه هذا متعذر لأنه مش عضو بصندوق النقطة الدولة حاولنا الالتفاف على ذلك بطرق مختلفة ثم أتى هذا الإنجاز هذا الإنجاز بختصر الطريق في جداع نفتش على طرق بديلة الطريق الرئيسي سالك الآن سالك ومفتوح نحو العضوية ما حصل يمكننا من أنه نصير عضو في صندوق النقطة الدولة وكعضو بحققنا لأننا نستفيد من الموارد المتاحة بصندوق النقطة الدولة الأمر بده إعداد وتهيئة في نواحي إجرائية لابد من التعامل وحتى نسل نفس الشيء بالبنك الدولة بالرغم أنه يعني إقرارا بما قام بالبنك الدولة كانش مطلوب من أن نكون عضو في صندوق في البنك الدولة حتى نستفيد من موارد البنك الدولة هذا قرار أخذ البنك الدولة من دون نشأة السلطة لكن فيما يتعلق بالصندوق نعم فيما يتعلق بالكثير من المحافلة الدولية في إلنا حقوق امتيازات خلينا أقول لك شغلي على سبيل المثال في ذكرت أنه الناس بدهم إشي مادة ملموس أي إشي مادة ملموس واضح القدرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في إجراءات الاستيطانية وغيره وغير ذلك من مظاهر ظلم اللحق بالشعب الفلسطيني الأسرة على سبيل المثال كل هذه المثائل في مرتكزات الآن أصبح بالإمكان الاستفادة منها ونحن نتحرك على الساحة الدولية ففي كثير من 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 الأدوات التدخل وأليات اللي ممكن الاستفادة منها في الوقت الحاضر في مسألة برضو في المجال المادي ربما ما بصيرش ارتفاعت إلى كثير بيصير في شكوى يمكن طال الحديث فيها واحتدم لمسوا الناس للفترة الأولى هذه المسائل كانوا يعرفونها بس القطاع الخاص والشركات أنه مسألة التردد ترددات اللازمة لتشغيل الشباكات السلكية والتلفونات والإذاعات وإلى خلو المتصل الخريب لعملكم نحن يعني في ظلم كبير لاحق فينا في هذا الموضوع نشكي بشأنه بكل المحافل عبر كل الآليات والأدوات والآخر ولكن نحن مش ماخدين من الترددات اللي بطلع لنا بموجب اتفاقيات أوسلو إصلاعية تضرب أرض الحائط ولما بيكون بدنا ترددات ناخدهاش إلا بعد عناء طويل ولما ناخدها بناخد أقل بكثير مما هو مطلوب ومش من النوع المطلوب إحنا طيف التردد اللي بلزمنا الآن للارتخاء والنهوض بواقع خدمات مش متاح لنا وتغير التصارفة تكنولوجيا جديدة حتى الترددات الموجودة اللي بالإمكان استفادة هذا مصدر طبيعي زي المي حتى الترددات الموجودة فوق المناطق المصنفة إجحافا خلينا أقول ألف لأنه هذه تصنيفات كانت لازم تنتب السبعة وتسعين حتى الترددات الموجودة في سماء رمالله اللي هي في فضاء رمالله اللي هي موجودة عنها المطلوبة حتى تستفيد منها بدك أجهزة حتى تعملي لها تستفيد منها تعمد إسرائيل لما يكون في استيراد لهذه الأجهزة إلى حجزة في المطارات ونقاط العبور الأخرى وبالتالي هي تحرمنا ظلما من الاستفادة من الترددات اللي بإمكاننا بالفعل أن نستفيد منها طب كيف بدك تتعامل الموضوع الآن ما هو متاحلنا في محافل مختلفة بما في ذلك ما يختص بهذا الشأن بمكننا من طرح القضايا بأسلوب مختلف فالموضوع يبنى عليه ويستفاد منه بالضبط للأغراض اللي ذكرتها بكل تأكيد اللي إلعى علاقة مباشرة في قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة مكونات بالنسبة لكل السلطة أنا لا أعاني الحكومة ومؤسساتها الرسمية فقط كل شيء كل شيء كل ما هو قائم بمضوية تحت السلطة الوطنية الفلسطينية مؤسسات تستفيد بصيرها خدرة أكبر هذا يقودني إلى اتفاقية باريس بما أنك ذكرت أصله واتفاقية باريس اتفاقية باريس أيضا أثارت جدل أنت تحدث بأن إسرائيل ونحن نعلم أيضا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات التي نلاحق الخاصة بأصله أيضا اتفاقية باريس أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل بنودها أو معظم بنودها اللي مش على بالها تلتزم فيه جانب الفلسطيني يعني أثبت جدارة في التزامه بحرفيات ما يوقع عليه هل الآن وأنت تحدثت عن مقاطعة منتجات الإسرائيلية بدعوة طوعية للشارع الفلسطيني هل سنصل لمرحلة قريبا مثل ما بدأنا وتدرجنا بقرار منكم دولة الرئيس دولة رئيس الوزراء حول مقاطعة منتجات المستوطنات هل سنصل أيضا لأن نوقف وجود منتجات إسرائيلية في الأسواق الفلسطينية بقرار من حكومة الدكتور سنوفيان هذا مشروع بكل تأكيد ما دعونا إله جهة الأحجام طوعا من قبل المواطنين عن شراء المنتجات الإسرائيلية إزاء إمعان إسرائيل في انتهاكها بالضبط ما ذكرته اللي هو اتفاقية ماريس مشروع وبستتبع إجراءات مختلفة للتحول إلى سياسة ملزمة كما فعلنا بمنتجات المستوطنات اللي أشارتين هذا صحيح وكان في نجاح كبير في ذلك المجال وحتى فيما يتعلق بمنتجات المستوطنات أخذ جهة وقت لوضع الأليات والأدوات الكفيلة بالوصول إلى ذلك وأذكر أن الجزء الأول منها استفاد من حملة توعية لدعوة طوعا لتجنب اقتناء أو شراء أو التداول بمنتجات المستوطنات وصولا إلى تقنين ذلك وترسيم بقرار بقانون الآن نحن فيما يتعلق بالمنتجات الإسرائيلية بشكل عام أكبر بكثير التجارة فيها مما كان قائما في درجات المستوطنات أمر في حاجة لإجراءات ودراسة معمخة لما ينبغي اتخاذه من خطوات وصولا للترسيم نحن الآن نتكلم عن دعوة طوعا تفادي أو مخاطعة المتجات الإسرائيلية هذا مشروع هذا بدخل في إطار معالجة الظلم اللاحق فينا في إطار اتفاق باريس وبوجه باتجاه عمله بعيدا عن الدعوات بالمطلق تطلق وبشكل عام بعموميات الكلام لشحاف اتفاق باريس مراجعة اتفاق باريس الغاء اتفاق باريس لأنه بصراحة الكثير مما يعزى لهذا الاتفاق اولا هو كان قائم قبل اتفاق باريس اذا كان نحكي عن مستوى الاسعار المرتفع بالنسبة لدخل هو قائم قبل اتفاق باريس لأنه هذا العلاقة مباشرة في الضرائب الاستهلاقية غير مباشرة كانت نافذة على الارض الفلسطيني محتلة قبل خيام السلطة الوطنية الفلسطينية لكن السبب الرئيسي في المشاخل اللي بتواجه الاقتصاد الفلسطيني في اطار الاتفاق القائم هي مخالفة اسرائيل لبنود الاتفاق من منطلق القوة والتعصف والجبروت والسيطرة والتحكم في منقات العبور والاحتلال قائم صعب انهاء كافة مظاهر هذا الظلم ولكن فيما هو متاح على سبيل المثال كالمجال اللي ذكرت اعتقد انه هذا بنى الممكن انه اكون فاعل انه ناس مات البعض المقول يا اخي والله متأخر والمتأخر متأخر احسن ما انه ما نبدأش في محل ما البعض اخد منحة انه شو هالتأثير بدي يكون له وشو قيمة انه والله دعوة للالتزام الطوعي او للمقاطعة الطوعية شو قيمتها انا اذكر في تجارب الامم في هذا المجال وهناك الكثير منها كنا نتحدث عن الهند مش الكثير معروف انا في هذا المجال لكن التجربة الانشارة كثيرا جنوب افريقيا الحمل مقاطعة المنتجات والاستثمار هناك بدأت بخمسة اشخاص خمسة اشخاص فقط خمسة اشخاص فبلاش التهوين يعني اكثر من اللازم في موضوع من النوع لا لا انا بحكي بشكل انا انت ما ما يهوى انا كنت سمعت على خلفية ما دعون انه لا من الممكن انه يكون هذا انه يترتب عليه شيء كبير وكبير جدا في اي مجال عنا في قدرة على الحركة لازم تحرك بعدين مهم ونحن نعرض خضياتنا احنا دائما نتصرف من منطلق الحرس على مصلحتنا في المخابة الاول ولتعظيم النفع المتصل باي انجاز باي اجراء من اخذه لازم يكون عيننا على المدى اللي مننجح في حجد المزيد من النهم الدولي لخضياتنا ونحن يعني ننظر الانجحاف القائم حاليا في توجه وين شو الاجراء المنطقية الاكثر منطقية اللي اللي بنقدر عليه اللي بنقدر عليه بفقد الاسل اللي حابط راحا ليش اخترنا هاي مش هيك مش من باب فاش يدخلوك بصراحة مش من فاش يدخلوك الها علاقة مباشرة الها علاقة مباشرة في العقوبة الاضافية لتخذاتها اسرائيل مؤخرا الاموال اللي بتحت الجزاء اسرائيل بجزء مهم منها هي تتحقق على التجارة مع اسرائيل تتحقق بشكل مباشر على شراء البضائع الاسرائيلية هذه الاموال لتجمع اسرائيل واصبحت اداة تستخدمها للضغط علينا وليمتزازنا ولحرماننا وللعاق للعقوبات الجماعية فينا والاعتداء على لقب تعيش ابناء وابنات شعبنا طب المنطق بقول وهذا تفكير مهم جدا اذا بكون عيننا على مكونات المجتمع الدولي كيف ممكن انه يخليها تتفهم موقفنا المنطق بقول اذا فيه اي اجراء ممكن ااخده انه يقلل ما يمكن ان تجمع اسرائيل من اموال ويزيد ما يمكن ان اجمع كسلطة وطنية فلسطينية بشكل مباشر باخده ففيه الى هذا المنطلق لانه احنا كمان مش بس بقول انه قاطعه واشتروا البديل الفلسطيني ومهم بالتالي انه المنتج الوطن الفلسطيني وانا بحي كل العامل اللي في هذا المجال بما فيها الجهد المهم في حماية المستالك الجمعية اللي بتكون في دور مهم توعوي لجهة النوع والجودة وايضا الاسعار ما بدنا يترتب على هذه الاجراءات فجأة ارتفاع في الاسعار لانعدام المنافسة فبالتالي احنا يعني هي جزء من اطار استنهاضي استنهاض الطاقات والارادة والعزيمة ولازم انه لا نترك اي باب الا ونترك في هذا المجال طب يعني انا قبل ان يعني في الشقة الاول من لقائي معك دكتور ودت ان يكون الموضوع اكثر مالي واكثر اقتصادي لانه هذا هم شاغل سؤال الاخير قبل الفاصل لاني ساطرق ابواب اخرى لانه اداء الحكومة ليس منوت فقط بالحالة الاقتصادية زيارة الامير القطري نهاية العام نهاية الشهر الجاري او نهاية العام هل تلقيتم رسائل معينة من انه هناك اموال في الطريق هذا ايضا سؤال يطرح انه لوجستيا هل تم اعلاء دبلوماسية هل تم اعلامكم بان هناك مبلغا من المال ستقدم به قطر سواء لدعم استثمار قائم او لدعم خزينة الدولة كما جرى وان دعمت مشاريع في قطاع غزة بعيدا عن البعد السياسي دكتور شكرا اولا مرحب بالامير طبعا ضيفا عزيزا على فلسطين هو كافة القادة العراب الأخرى العراب الأشقاء كما تعلمين في هناك بعض الزيارات اقل بكثير مما كان قائما في السابق في زيارات على كافة المستويات في ذلك على مستويات وآساء الدول كما حصل مؤخرا بالاردن كان في حناك من الأسبوعين زيارة من الملك حبد الله الثاني الآن في حديث عن زيارة من سمو أمير دولة خطر مرحب بهم جميعا طبعا بصراحة هذا النوع من التواصل مع السلطة الوطنية الفلسطينية لازم أنه يزيد ويعود إلى سابق عهده في البداية من مقارة السلطة الوطنية الفلسطينية وصار في تراجع فيها بدرجة كبيرة فترة الانتفاضة الثانية وما طلعناش من هالدائرة بما يكفي في الأون الأخير حصل شيء من الاستنهاد للوعي بضرورة أنه يكون فيه زيارات اللي بتحمل معاني تضامنية وهي كذلك وكل تأكيد وليس فقط على المستوى الرسمي مستوى الإدارات والحكومات وإنما البرلمانات صحافة شباب رياضة إلى آخرين هذه فيه شيء من النهضة فيها ولكن آمل أيضا أن تتزامن وتترافق مع زيارات على المستوى الرسمي وسمعت أنه المين العام لجامعة الدول العربية أيضا ينوي زيارة فلسطين على رأس وفد عربي هذا كله مرحب بصرف النظر نحن نرحب بهم ضيوفا أعزاء في فلسطين ونحن لم نشارك على حدا نحن كل اللي نقدر وعننا خرامتنا اللوطنية اللي ما بتمنعنا من أن نطلب المساعدة نطلب مساعدة من مين نحن نطلب مساعدة من أشكران العرب وبكل تأكيد في عندي درجة كبيرة من المرارة والشعور بالمرارة لأنه مضطرين أن نطلب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة من منطلق أنه يقول يا أخوان إحنا ما نتحدث عنه هو إمكانية شعب على البقاء فيه عننا يعني تهديد وجودي بفلسطين هذه فلسطين جزءا لا يتجزأ من الوعي القومي العربي اللي إحنا كبيرسطين يقول لا يمكن أن نحقق شيء دون تفعيل هذا البعد يجب أن يترجم هذا لواقع ملموس نحن لسنا بحاجة ولا يجب أن نوضع لا ينبغي أن نوضع في موقف أن نترجى وصل فينا الحال إلى ما قال إليه بظل عنا قرامتنا الوطنية وإحنا أساسا من منطلق الانتصار لقرامة شعبنا إحنا نتأمل أنه بالفعل الأشقاء العرب أنه يبادروا ويقدموا ولكن أهلا بهم وسهلا ضيوفا أعزاء كراما حتى لو لم يقدموا لنا شيئا طيب دكتور أنا سأريحك بعض من الوقت لأن نذهب إلى فاصل لكن لنا عودة مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إلى اللقاء الخاص مع دولة رئيس الوزراء دكتور سلام فيا بقونا عودة من جديد مشاهدين الكرام عبر شاشة تلفزيون فلسطين لاستكمال اللقاء الخاص مع الدكتور سلام فياد رئيس الوزراء الحكومة الفلسطينية دكتور نعود للشق التالي لفقط الأداء الاقتصادي والمالي مسألة الشعور بالانتماء لدى المواطن الفلسطيني كيف يتم تعزيزه من خلال أداء الحكومة يعني السلام الوطني أقول لك بكل صراحة الموسيقى فقط للطالب الفلسطيني ما يسمعها وليست كاملة كان في مرة أكثر من استطلاع أنه من أصلا يعرف شو هو النشيد الوطني لدولة فلسطين أو حافظه ولا مش حافظه تعزيز الانتماء أيضا إحنا معناش جيش هل الخدمة المدنية يمكن الاستعاط فيها عن الخدمة العسكرية في حالة السلطة الحالية هل هذا في البال هل يمكن أن نرى بالمستقبل فيه مظاهر مختلفة لمسألة الانتماء الوطني تعميق الشعور بالانتماء الوطني لجهة الأدوات وما يمكن من خلالها تعميقها لحس بالانتماء لبقى الوطني ذكرت البعض منها وتعود في معظمها لبدايات عهد الشباب طلاب في مدارسهم في المراحل الأولى الكثير مما يشاهدون جوهر العملية هذي جوهر العملية هي المدى اللي بشعر فيها المواطن أنه له حصة بشعر أنه في عنده فرصة المشاركة الحقيقية الفعلية في صنع الخرار وهذا بيأشر باتجاه نقص كبير عنه قائم فيما يتعلق بالمسار مسار البناء الديمقراطي معركة البناء الديمقراطي في تقديره معركة متلازمة ويجب أن يظهر لها كمعركة متلازمة وكمسار متلازمة مع معركة التحرور الوطني جزء أصيل لا يتجزع منها في نهاية المطاف هذا اللي لازم نطلع عليه المدى اللي مننجح فيه إلى الوصول إلى نقطة يشعر فيها المواطن الفعلية للحصة وأنه عنده فرصة للمشاركة الفعلية والفعل في صنع القرار البناء الديمقراطي مكون أساسي في هذا بما يشمل وليس فقط الانتخابات وبما يشمل بكل تأكيد الوصول إلى المواطن بشكل مباشر والاستماع للمواطن وبما يشعر المواطن بفعل أن صوته مسموع لقاءات مباشرة الإعلام البرامج اللي بتجمع المسؤول مع المواطنين مع الطلاب مع الشباب ولكن مع شرائح المجتمع المختلفة أما يعبر عن ذلك بمسائل مختلفة نشيد وطني غيره وغيراته من المسائل اللي بتخلي الإنسان كل ما أنه يعزف النشيد الوطني يشعر بشيء خاص شعور خاص هذا الشعور ممكن أنه واحد يصير معه في أي مناسبة بنخرط فيها على سبيل المثال في عمل تطوعي اللي بيشعر من خلال ممارسة هذا العمل أنه عم بحي تخليد عصيل لشعبنا العوني على سبيل المثال نحن ونجد أنفسنا في ضائق شديد الآن ونوظفين غير قادرين على الذهاب لأماكن عمالهم بسبب ضيق الحال إلى آخره دعوة لأنه من يستطيع نعتبرها بباب التطوع دعوة طلاب الجامعات خاصة منهم اللي بكونوا بالسنة الرابعة السنة الأخيرة قبل التخرج وعنا منهم عدد يكفي أنه علموا في المدارس على سبيل مثل إذا اختضت الضرورة قبل أن نوصل لنقطة أنه من أسكر فيها المدارس الانخراج فيها للعمل الجزء أسيل ومكون أسيل من مكونات تعميق الانتماء الوطني والحس الوطني عند المواطن الوخوف إلى جانب المزارع تضامن بشكل دائم مع من يتضرر بشكل مباشر إن كان من الاحتلال أو من غير الاحتلال يعني إرها مظاهر مختلفة موسم خطاب الزيتون مناسبة سنوية أصبحت تقليل نعم دكتور لكن هذا طوعي صحيح أنا أقول عن شيء يصبح واجب على المواطن يعني مسألة الخدمة المدنية الخدمة المدنية هي عندما نصل أنها منكرس ومنرسم هذه الروح وهذا التراث وهذا التقليد الأصيل وأنا أعتقد أنه هذا مفيد جدا فيه تفكير بديش أنه يعني أسبق نفسي كثيرا وأقول أنه أنه يكون فيه سنة بعد التخرج والمدرسة خبل الجامعة إلى آخرين أنه يكون فيه شيء عنه من هذا الخبيل أما فيه تفكير بأليات من هذا النوع ولكن فيه ما هو قائم يعني لا أقلل من شأن ما هو قائم إذا بتطلع الجامعات مثلا الجامعات فيه عندها متطلب من الطلاب 120 ساعة عمل تطوع اللي بنخرط بهذا العمل العام وبعط نفسه فرصة الوصول إلى المرافق المختلف ومرافق الخدمة الاجتماعية على سبيل المثال يوم التطوع العالمي أنا شخصيا كانت لزيارة لأكثر من موقع بتعاون مع جامعة بيرزيت ومراكز مختلفة اللي تستفيد من خدمة التطوع الإلزامية عمليا على الطلاب مراكز إيواء مسنين إلى آخر طلاب نفسهم بشاركوا فيها عمل تطوع بالكامل بالكامل والجامعات كلها لا أقلل من شأن مثل هذا العمل بالتالي هناك الكثير ما هو قائم ويمكن الاستفاد منه باتجاه الترسيم ولكن زي ما قلت لك يعني لا يكاد يخلو يوم أو بمر على يوم إلا وأرى فيه شيء من هذا الانخراط والرغبة في الانخراط في عمل المجتمع التطوع دعني أدخل قليلا في السياسة دكتور سرب الإعلام قبل يعني لا يتجاوز الشهرين مسألة أنه أنت تقدمت باستقالتك للسيد الرئيس في اللجنة التنفيذية باجتماع للجنة التنفيذية أو أنه تم طرح تشكيل حكومة فصائلية قيل في ذلك الوقت أنه يعني جاء نفي أو تعديل في الطرح أو إلى آخر أنه الطرح كان حول تشكيل لجنة فصائلية لماذا؟ ونحن كشارع سلسطيني نفضل المستقلين أو نفضل في قيادة البلد على المستوى على مستوى الحكومة المستقلين نفضل أو هكذا يرى البعض حتى لا تجزم بالعموم حقيقة الأمر وهل ذلك كان خوفا من بعض الأحزاب التي ركبت موجة الاحتجاجات في الفترة السابقة والله أشوف خوفا لا يعني التعبير خوفا كبير يعني يمكن أن نتهم بإشياء كثير بس الخوف أو التخوف الزائد مش واحد منها لما كانت هنا من منطلق الحرص على أنه النظر بشكل معمّق في أي أفضل سبل وأنجاعها للتعامل مع تحديات المرحلة صيغة حكم معينة قد تكون مناسبة اليوم وغير مناسبة غدا واللي بجعل هذا النقاش مهم وأنا بصراحة أستشعر بذلك وأتعاطف وكثيرا أنه الناس تطلع على الحكومة الخائمة طلعت نزلت زادت نقصة تظلها الحكومة خائمة في مشاكل كثير بتمر بتظلها على الحكومة خامة سبب الرئيسي في ذلك هو غياب الانتخابات ما فيش عنا دورة الانتخابات وهذه واحدة من المشاكل بصراحة ما بتمش الحديث عنها بما يكفي ولكن في جوهر الموضوع لما المواطن بتطلع وأنا أتفهم على حكومة إيش بصار باليوم التاني بعتقدها راح تكون موجودة فيش طريقة أنها تتغير بيصير في تكلّس وبيصير في درجة علم الإحباط ويكون فيه متغيرات بالفعل تستوجب صيام مختلفة أعتقد أنه فيه غياب الانتخابات ومش لازم نسلم في غياب الانتخابات إلى مالا نهاية وهذه مسألة لازم أن نرجع عليها السؤال المطروح وهذا بالفعل السؤال الذي طرحته هل الصيغة القائمة حاليا هي الأفضل والأكثر قدرة على التعامل مع التحديات القائمة وما هو قادم إضافيا منها هذا السؤال المطروح أنا تقديري في ذلك الوقت ولا يزال هذا التقدير لليوم أنه لا الصيغة القائمة حاليا غير قادرة بما يكفي على أن تكون النموذج الأفضل أو أن تكون النموذج الأفضل للتعامل مع تحديات المرحلة وإحنا عايشينها الآن لماذا؟ لأنه من جهة القدرة بدك أن حكومة قادرة بالفعل على استنهاد الطاقات بالكامل لمواجهة التحديات وهي جدية وفي منطقة الخطورة وبدناش نضيع الكثير من الوقت وإحنا نتحذر أو فيما يشكل امتدادا لحالة قائمة من الإعراب عن عدم الرضا لسبب أو لآخر وإيامات كثير ما بيكون شو هذا الجوهر يعبر عن حالة عدم الرضا بدنا نتجاوز حالة عدم الرضا نحطها على جنب لأنه لأنه في عنا شغل جدة عنا جندة إيجابية لازم أن تنوضع وتسخر كل الطاقات والجهود لدفع قدما بهذه الأجندة فيه كثير ما هو سلبي فيما هو قائم كثير ضائع وقت وإحنا نتحذر طويلة خصيرة طلعت نزلت إيش ما تسوي إلا يطع لك حدا يقول لك وبشكل تقريبا شبيه ممنهج إنه أبصر شو في وراء العملية لذلك لذلك إحنا بحاجة بحاجة أن نضع كل هذا جانبا كل ما بشأنه نكون لقاش سلبي بشأن ما هو قائم نضعه جانبا بالتالي أنا طرحي كان ولا يزال إنه إحنا بحاجة لصيغة تحقق أقصى درجة ممكنة من التوافق بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني المختلفة لتمكين لك كل فلسطيني من مواجهة التحديات والتعامل مع العباء هذا هو القز لا خوف ولا تخوف واجهنا الكثير يعني إنما بدنا صيغة اللي بتنفع بشكل أكبر طبعا في إطار مصالحة هذا ما نبتغي جميعا ولكن أنا أقول إن تأخرت حصل وتأخرت من أول الآن في كثير من الحديث إنه إن شاء الله إنه خربته إلى آخره وملت الناس كل هذا الكلام إن حصل خير وبرك وهذا ما نبتغي جميعا ولابد أنه نظل نسع له إلا نتحقه ولكن أنا أقول تحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة مرحلة خطيرة جدا تستوجب والآن إنه يصير في عادة نظر في الصيغة القائمة هي غير كافية أنا نفسي أقول هذا الكلام والسبب إنه بدي أنتهي من كل كالدرام محكيش كشخص بدي أنتهي من كل هذا الجدل السلبي القائم اللي إيش ما ينعمل بتجذي من وبشكل ممنهج يقول أبصر شو فيه وبدنا نتجاوز هذا الشك ببدنا نتجاوز التشقيق البرنامج اللي أشاطي له في البداية واللي شكل منطلق أساسي ومرتكز استندنا إله في حراقنا الدولي يساعدنا كثيرا كان موضع شك من البداية لبل تشقيق وأكثر من ذلك ليش كل السلبية هذه في عدم رضا خليناكم صريحين هذا كلتو أسر من في عدم رضا من الوضع القائم لماذا نتعامل مع ذلك ما حدا متبسك مش هي خلينا أن نيجين نبحث عن صيغة اللي أكثر قدرة على تحقيق التوافق المطلوب النسجام المطلوب بإلحاح بين كافة مكونات النظام السياسي هذا كل ما هناك هل تعتقد بأن هناك من يعمل ضدك دولة رئيس الوزراء والله أنا بعتبر أنه التناقض الأساسي بيننا جميعا كفلسطينيين أو الواجهنا احنا كلنا كفلسطينيين هو التناقض الأساسي ومع الاحتلال هلأ فيما يتجاوز ذلك في الكثير من الصحاب والجدل السياسي وهذا بتخلوش منه أي صحة سياسية كان فلسطيني على محل ثاني وتعامل مع هذه الأمور بهذا السياق إنما بقول لك أنه صار عمنا بقول لهم باب التندر الفصيل الأكبر الفلسطيني هو فصيل بسميه عنزي ولو طارت هذا ما له راقة بالتسميات القائمة هذا فيه له أتباع فيه كل الفصائل وكل مكونات العمل السياسي الفلسطيني لما بتزيد لما بتزيد القاعدة هذه المنتمية لهذا الفكر اللي عنزي ولو طارت هذه بتعبر عن درجة عالي من السلبية بالتفكير والطرح والتعامل مع أمور إحنا الصراحة متحملش يعني شيء من عنزي ولو طارت بتتعاملي معه بس أنا بصراحة بلبس وأعرف فيش يمكن غيري أيضا إنه القاعدة هذا التوجه زادت وفي التساعة دائم لما بيتواجه بموقع مسؤولية هذا الواقع وأتكلم بجدية الآن الصيغة الأفضل للتعاون معه هي إنك تتوي الصفحة وتبدأ بصيغة جديدة أكثر قدرة على تحقيق توافق المطلوب ومرة أخرى أقول سبب رئيسي في كل هذا إنه في حق مشروع للمواطن إن كان راضي أو غاضب أو نص راضي أو نص غاضب أو مش سائل إنه يفكروا بشكل تلقاء إنه يا أخي بعد أربع سنين طالت أو خسرت هالعملية طلعت أو نزلت في الأخير حال الحكومة بدها تكون معرضة أنها تتغير بعملية ديمقراطية إلى أول والآخر الإنسان البناء دم فلسطيني محروم من التفكير بهاي الطريقة الانتخابات محلية أخذتنا جهد كبير جدا لإجراها ولسه بدها تستكمل إن شاء الله تستكمل ولم تنتهي ولم تجري في محافظة الوطن الجنوبية إلى أخير ولكن إلى متى الجواب على كل هذا والتعامل مع التساع قاعدة عن زيوة الأوطارات هذه أنا أعتقد أنه لازم أنه يصير فيه بالفعل كسر للمقولة اللي بتقول إنه يقدرش نعمل الانتخابات وإنه يقدرش نعمل الانتخابات وإلى أخير لازم أنه يصير في حراك بالتجاه ولكن إلى أن يتحقق ذلك يعني حتى مجرد مجرد ما أطرح أنا هذه الفكرة مبارح شفت أحد قيادات خلينا أسمي على تلفزيون فلسطين الأخ نايف حواتنا الأمين العام للجمهة الديمقراطية بتكلم بالضب بطرح تقدمت في أنا في ضد نكر لما التقيت في الكتاب والصحفين برمضان إنه أنا الأوهن لتفكير جديا كان يحكي بالضب بنفس المفهوم عندما أتكلم في وأطرح هذا الموضوع فجأة بيصير موضع شك وتشكيك أبسر شو فيه مجرد أنه يخرج مننا فبالتالي أنا بقول أنه هذه السلبية في التعاطي مع الأمور لازم عندما تتسع قاعدتها ما أننا نظل نشك منها ونلعن الظلام ونتصرف أنه والله أنا ضحية بحبش التفكير هذا بحبش بحبش أتخوخة وأشعر بالسلبية والإنهزامية وكذا لا يا عمي هاي الموضوع هايوا أمامكم إحنا بقول ونحن نبادر أنا بقول اليوم وقبل بقرة وخلت مبارح وأكرر وأكد على ذلك نحن بحاجة ملحلة عدد النظر بالصيغة القائمة وأنا للبهول مش حدث ثاني هي غير كافية وهذا واضح للتعامل مع تحديات المرحلة في عنا مشكلة كبيرة سببها الاحتلال واضح قرصنة الاحتلال لا يجوز أنه أن نسمح ككل فلسطيني لأنها تتحول هذه فقط أنه يكون العنوان فيها عجز السلطة الوطنية الفلسطينية أو الحكومة عن التعامل مع مسألة الراتب أو الاحتياجات الأخرى على أهميتها في عنا تحدي كبير هذه المسؤولية بظلاء قائمة ما هي الطريق الأفضل للتعامل مع هذا التحدي أولا يبدأ العمال بأننا ننتمي كل السلبيات التفكير السلبي هذا بدنا نخلص منه وما أحد أمتمسك بشيء أكثر من ذلك أنا اللي بقول أنا ببادر بقول أننا بحاجة ملحة بالفعل للتعامل مع العمال وأرجو أن هذا الكلام يكون واضح وما يكونش في أي مجال للتأويل وأتكلم بإيجابية مطلقة مش من زعل ولا من مرارة ولا ولا إلى آخرين مستفيدين من التجربة وما قام منها منطلق الحرص على أنه بالفعل نحجد الطاقات ونستمثها بالكامل بشكل إيجابي وننهي السلبيات قلياتها طيب ما يجري في مخيم اليارموك أنا أريد أن أنتقل قليلا ما يجري في مخيم اليارموك وما يتعرض له اللاجئي الفلسطينيين من تشرد أكثر من 95% منهم أصبح لاجئا لمرة ثالثة أو ثانية للبعض في لبنان والـ 5% اللي ظلوا متشردين في شوارع دمشق الواجب الفلسطيني تجاههم ما هو أصلاً إمكانية الحراك باتجاه حمايتهم في وقت المجتمع الدولي كله عجز عن حماية أهل البلد الأصليين وهو يضيف إلى ما هو خائم من مأساة على الساحة السورية بشكل يبعث على الكثير من الحزن خاصة أنه يتصل باللاجئين الفلسطينيين كف المعاناة الأصلية على معاناة اللجوء وتشرد وأن يكونهم وخود لهذه الحرب وهذه الاعتداءات بما أدى إلى التحجير إضافياً وأيضاً الغزب إذا ما يجري استباحة النظام السوري لمخيم الليل الموقع ومخيمات أخرى مخيم درعة مخيم درعة قبل أيام ثلاث عائلات فبالتالي نحن نتحدث عن مأساة عميقة جداً جداً نعم هناك في تحرك والسيد الرئيس على اتصال دائم نحن على بالمستوى الممكن لإيصال الرسالة ولكن في حراك باتجاه ضرورة خلق ظروف أفضل أو تغييره بشكل جنري في ما هو خائم بنفس مخيمة يربوط لديش أقول تهدأة الأمور على أقل واقف هذه المجازة ما يجري عمل أقل ما يمكن أن يوصفه بأنه جريمة يندل لاجبين الإنسانية هذا النظام صراحة لم يتوره عن قتل المواطنين وهي طالت مواطنين الفلسطينيين ما يزيد عن 700 من لاجئنا لمخيمات اللجوء في سوريا وبالتالي لا فيه هنا اختصالات على مستوى الأمم المتحدة والسيد الأخزار لوعيمي في إطار مهمته لمحاولة معالجة المنظوم ولكن ولا شيء من الإلاج ممكن أنه يلغي وينسينا هذه الصفحة السوداء هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها اللاجئين فلسطينيين لمخيمات اللجوء تذكر تحديدا بنفس السياق يعني فيما حصل بطل الزعتر يعني والمآسي كثيرة المتصرف آلا أوان لوضع حد لهذه التصرفات لمسؤولة الإجرامية ويعني لماذا لماذا وتحت أي مسمى يستمر هذا النبع هذا القتل ابقاء على نظام فقد أي صلاة له من الشرعية في رأيه طيب دكتور على مستوى علاقتك بسيد الرئيس محمود عباس كيف تصف هذه العلاقة في وقت تدورت فيه مرات الصحف العبرية مرات أخرى الصحف الأجنبية من أن العلاقة في فترة ما كانت تشوبها التوتر الجفاف يعني الجفة عقب ما سمي أنا ذاك بأن بأنك لم ترضى أو لم تقبل أن تسلم الرسالة من السيد الرئيس إلى بن يمين أتني والموضوع قديم ولكن له تداعيات حتى اليوم أولا يعني فيه ما يتعلق به الموضوع أعرف أنه الكتب فيه وفيه كثير من التخول وحتى اللغة وذكرتها أنت خاصة بالصحافة الإسرائيلية أولا أنا عندي فهم أعتقد أنه صحيح وصحي لدور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في النظام السياسي الفلسطيني ودور السيد الرئيس كرأس للحرم السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته ودليل أنه هذا الكلام مش صحيح أعرف كيف أني استمرت بالخدمة كل هذه للسيد وأيضا الأخير الرئيس كانت عنده رغبة في أن نستمر في الأداء كل هذه المهمة فلو كان هذا الحكي واحد في المئة صحيح ما كانش الوضع على ما هو على اليوم إحنا اليوم نطرح بكلام باجتهاد بضرورة التغيير من منطلق عام مش من منطلق والله إنه في زعل حرد جفاء أو سمتيها جفاف وفيش منه بصراحة ما في منه إطلاقها إلا الأخير الرئيس كما هو نفسه بقول لك إنه في أي كانت اجتماعات مختلفة لقاءات مسياسات أثاثا يعني مش بس عننا في أي محل في الدنيا بيكون الأمر مش صحيح بالمرة ولا صحيح إذا كان إنه كل ما إنه تطرح مبادرة أو يعبر عن راقي إنه إنه نكون زي مش نسموها كانت نقام سياسة مكتب سياسة لا بديش أسمي حزب بل معين إنه ولا الضالين أمين فيش عنا إحنا 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 إلي كنت إلي كيها عن زي ولا وطارة بتتوسع بس فيش عنا ولا حزب ولا فصيل اسمه ولا الضالين أمين بالعكس وعكس ذلك تماما هذا لا يفسد له الغضية بصراحة إطلاقا وعمره مكان يعني عمره مكان بالعكس من ذلك تماما موضوع الرسالة كان فيه اجتهاد الثلاثة هو الأخ بمازل نفسه عنده عنده تفاهم لذلك ونفسه يعني في نفس الموضوع ممكن أنه اليوم يكون عنده تقييم معين لمسأله وفي ضوء مطياته جديد يكون عنده تقييم آخر حتى عند اتخاذ القرار يكون شايف جانبا من النقاش في الأخير هو كرأس النظام السياسي يحسن عمره واخد قرار وهذا دوره وفي الأخير القرار يحترم وهذا ما بحصل بالتوجهة عنه في التالي عطت هذه قصة المكتوب بصراحة دور أكبر ويمكن كانت هذه نقطة من اليوم الأول أنه المسألة ما هيش بهالكبر فيش فيها هالجوهر وبتستوجبش كل هالدوشة ووفد روحي سلم نتنياهو مكتوب وإلى آخره أنا شخصيا عمري ما نظرت لها أنه أنه مسألة جوهرية إحنا لما نكون ولهذا السبب الأمور كانت قائمة كنت رئيس وزراء خبلها وظلت رئيس وزراء بعدها لماذا المسألة مش جوهرية يعني ما هيش مسألة والله قرار جوهري مصيري هي أسلوب حركة تكتيك في مرحلة ما كان فيه اشتغل مختلف كان فيه عندي تصور مختلف أنه حتى من أولها مش لازم وديله كتاب للزراء مش إنه مين وديه يعني فهذه الأمور ليس إلا وجهة نظر دولتك بين حزب عنزة ولا وطارة وبين حزب ولا الضالين أمين هل هل لديك طموح للترشح للرئاسة في الانتخبات القادمة إن جرت في ضوء يعني التحضير لها أو الحديث عنها هل تجد في أن لديك حضوض بين هذين الفصيلين الفصيلين عنزة لو طارت ولا ضالين آمين يعني لا بدأ يكون لا فاذة ولا فاذة إن شاء الله وإن شاء الله إنه ما بيكونش عنزة ولا ضالين آمين لأنه هذه معناته ما بيكونش فلسطينيين ما بيكون الناس مختلفين وأما عزي ولو طارت فهذا بالفعل أنا بحكي وجدية الآن نمط من التفكير ونهج بالتفكير لازم أن نضيق نطاقه بأقصى جهد ممكن ومن منطلق الحرص على النجاح في ذلك بأقول لك أنه أنا ما عندي أدنى اهتمام إطلاقا إلا بإنجاز ما تبقى لي من مهمة في الوقت الحاضر والإسهام والاستبرار في الإسهام في هذا الجهد الوطني بكل مؤتيت من كوة طاقة ولكن مش في إطار رئاس السلطة أو غيره لا أطمح لأن أكون رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية ما أطمح له أن أتمكن بالفعل من إنجاز ما بدأنا العمل فيه وتسليم هذه الأمان لما سأكون هنا في توليها وأن أكون وزبلائي دوما وكافة من عمل معهم في إطار هذه السلطة التي بدلنا كل جهد ممكن لإعلاء شأنها في وجه ظروف غاية في الصعوبة إنها تتمكن بالفعل من إنجاز ما ينبغي إنجازه حتى تحول بشكل نهائي لكيان الدولة المستقلة القائمة هذه خمة طموحية وليس أي شيء آخر سؤال الأخير وقعدك بأن نكون قد انتهينا مش عقوبات هذه بهم مش لو طولنا شو معناش لو استمريت في منصبك وتعذرت المصالحة يعني بحسب الأجواء اللي مرة بتكون إيجابية ومرة بتصير صلبية يعني طبعا لظروف والأهواء الشارع الفلسطيني هكذا يقرأها بماذا تعد الشارع الفلسطيني في عام 2013 وبماذا عن ماذا تعتدر له في الفترة السابقة والله يعني لجهة الوعود أنا بأعتقد أنه لازم نعد نفسنا كلنا والكل بده يساهم في هذا الجهد وأحنا بموقع مسؤولية واجب أساسي للمسؤول كل في مجاله في نطاق عملهم أنه يصنهد نطاقات من هم حوله أنه بالفعل ننهض بالوعي الوطني القومي لدينا كفلسطينيين وأنه نشعر ب عمية تجديد الأمل وثقة بحتمية الانتصار هذا الشيء اللي لازم أنه بالفعل ننكرسه في قادم الأيام والأسابيع لنضع أنفسنا في مصار أفضل وإنهاء هذه العناصر السلبي لتحدثنا فيها تفكير بإيجابيه هذه الأمور في طريقة تجد تعبير لنفسها عن نفسها إذا فكرنا بشكل سلبي هذا ما سنجده إذا فكرنا في إطار ما هو ممكن ونسعى لتحقيقه هذا ما سنجده هذا ما يجب أن نحد فيه أنفسنا كلنا ككل فلسطيني الاعتدار مرة أخرى طالما استمرت هذه المعاناة عن شعبنا هناك الكثير ما أعتذر عنه في كل يوم بيصير فيه تأخير بالوفاء باستحقاق مهم بما يحد من خدرة أب أو أم فلسطيني يعطي ابنه وابنته شكلين خبنا بروح المدرسة هناك الكثير ما أشعر بالأسى تجاهه ما حصل من قصور في هذا مجال لأمور سباب خارج عن إرادتنا أنا استشعر بألم مواطن لأي مواطن ذهب لتلقي خدمة ولم يجدها بالمستوى المطلوب كرئيس الحكومة على مدارة العام الماضية أو ما سبقه ما أعتذر عن ذلك هذه المسؤولية ما تقتضيهم ولكن كل ما أستطيع القول هو أنه لم يكن ذلك من خلة المحاولة ظروف في المنتهى الصعوبة نأمل تفهم لكن في استمرار واقع المعاناة اللي بواجهه شعبنا يوميا هناك الكثير بالفعل ما يعتذر عنه ومن منطلق ليس تسليم بكواقع أو خدر وإنما من منطلق الإيمان القناع الرأسخة والحتمية ليس فقط بإمكانية الخروج من دائرة السلبيات وتجاوزها وإنما بحتمية ذلك وإنما بحتمية ذلك وإنما بحتمية التصالي شعبنا إن شاء الله شكرا لك دولة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياد على هذا الوقت المستقطع وعلى ساعة صدرك أيضا شكرا 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 مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء الخاص مع دولة رئيس الوزراء دكتور سلام فياد حتى ألقاكم في حلقة جديدة من برنامج دائرة الحدث وعودة إلى التحليل والنقاش وسيناريوهات متوقعة على المستوى السياسي هذه تحياتي أميرة حنانية ومنطاقم العمل دائما ألف تحية دمتم بخير وعلى اللقاء شكرا شكرا